اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس صحيفة مصرية كيروش قد يكون المدربة المقبل للمنتخب المغربية اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم انهاء تعاقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر صحيفة اخبار اليوم المصري قالت ان احد مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم قد استفسر عن استمرار كيروش مع منتخب مصر من عدمه خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك خلال اتصال هاتفية جمع بين احد مسؤولي الاتحاد المغربي مع وكيل اعمال المدير الفني للمنتخب المصري حسب ذات الصحيفة عاجل الاقجاع يعقد اجتماعا عاجلا مع زياش ومزراوي وخلال زيتش وهذه التفاصيل سيحدد بشكل رسمي مستقبل الناخب الوطني وحيد خلال زيتش على رأس الادارة التقنية للمنتخب الوطني لكرة القدمة وذلك خلال اجتماع حاسم سيجمع بين فوز القجع رئيس الجامعة ومدرب الأصد وحيد خلال زيتش والتنائي نصير مزراوي وحكم زياش ورغم قيادته للمنتخب لكسب بطاقة التأهل الى كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرون فالناخب الوطني غير متأكد من البقاء على مقاعد البودلة لأصد الأطلس واتار فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة الشكوكة حول مستقبل وحيد مع الأصد وذلك بعد قرعة كأس العالم وقبل انطلاق نسخة قطر من المونديال وقال القجع إن الوضعية الحالية تتطلب التأني والتدقيق قبل اتخاذ أي قرار وأن مستقبل وحيد خلال زيتش حاليا لا يعني أنه سيبقى كما لا يعني أنه سيغادر وملفه قابل للنقاش الخارجة الإعلامية لرئيس الجامعة أسهلت الكثير من المداد وكثرة الشائعات حول مستقبل المدرب خلال زيتش مع المنتخب الوطنية وكشف موقع فوت ميركاتو عن عقد اجتماع حاسم قبل تقرار مصير المدرب خلال زيتش البالغ من العمر 69 عاما وقالت وسائل إعلام فرنسية إن فرص رؤية وحيد خلال زيتش مع الأصد في مونديال هي الآن ضائلة جدا على الرغم من السجل الجيد الذي وقع عليه المدرب إلى حد ما مع الأصد وأضاف دات المصدر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة تستعد لحقد لقاء أخير بين وحيد خلال زيتش والتنائي حكم زياش ونصير مزراوية مشيرة إلى أنه في حال فشل أخير المفاوضات سيقرر المسؤول على الشأن الكروي الإنفصال عن وحيد خلال زيتش وأشار موقع فوت ميركاتو أيضا إلى أن الجامعة تستعد بالفعل لمغادرة محتملة للمدرب المذكورة وذلك بوضعها لقائمة أولية بالأسماء التي يمكن أن تخلفها بما في ذلك كولود بويل ورود غارسيا ولورون بلون بقميس الأصد زياش يوجه رسالة خاصة إلى السيس رح بحكم زياش لعب تشيس الإنجليز لكرة القدم بدخول زميله رومان غانم سيس عميد المنتخب الوطني إلى عالم الإنستغرام ونشر زياش الذي عيش أزمة بينه وبين وحيد خلال زيتش مدرب الأصد صباح يوم الجمعة نشر صورة له بقميس المنتخب الوطني وهو في عناق مع سيس من خلال خاصية استور عبر حسابه الشخص بالإنستغرام وعلق عليها مرحبا بك صديقي في عالم الإنستغرام يذكر أن زياش أعلن عدم رغبتي في العودة إلى الأصد تحت قيادة وحيد خلال زيتش وهو القرار الذي اتخذه نصير مزراوي أيضا هل يقود الحسين عموت المنتخب الوطني المغربي من المنتظر أن يعرف محيط المنتخب الوطني المغربي التغييرات في الإدارة التقنية لأصد الأطلس حيث يجري الحديث عن إقالة المدرب البوسنى وحيد خلال زيتش وتغييره بمدرب محلية يقود الأصد في المبارية القادمة ويجري الحديث عن نية الإدارة التقنية للفريق الوطنية في تولية المغربي حسين عموت مدرب للفريق الوطني المغربي خلفا لوحيد خلال زيتش استجابة لرغبة الجماهير المغربية التي طالبت بمدرب مغربية يقود سفينة أسود الأطلس وترى العديد من الأصوات بأن المدارب الحسين عموتة هو الأنسف في الوقت الراهن لقيادة أسود الأطلس في تصفية كأس أمم أفريقية لكرة القدم في الساحل العج وكأس العالم بقطر تجدر الإشارة إلى أن الحسين عموتة قادل منتخب الوطن المغربي المحلي للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمحليين بالكاميرون لكنه فشل في قيادة الأسود للتتويج العربي بقطر تيسودالي يؤكد توصله بعروض وينتدر مشروع جانت أكدت دولة المغرب طريق تيسودالي لعب نادي جانت البلجيك لكرة القدم توصله بعروض من أندية بلجيكية وأخرى خارجية مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي بخصوص مستقبله الرياضي لكونه ينتدر معرفة المشروع الرياضي لفرقه الحالي وقال تيسودالي في تصريح صعفي بموقع آخر الساعة البلجيكية نعم هناك اهتمام من طرف فرق بلجيكية وأخرى خارجية إنه من الأهمية بمكان معرفة نوعية المشروع الرياضي لجانت هل يرغبون في بناء فريق كبير أم أن مسؤول الفريق سوف يقتصدون في الميزانية أريد المزيد من التوضيح ما أمكن قبل اتخاذ قرار ما وتابع أظن أنه باستطاعت أن أقول أني أصبحت لعبا مهما في النادية اشتغلت كثيرا من أجل الوصول إلى ما أن عليه الآن لهذا أريد أن أشعر وأحس بالاعتراف الذي يأتي من كونك أصبحت لعبا مفتاحا إذا أعد فريق جينيت شيئا ما جيدا فأنا منفتح على المناقشات أنتظر معينة خطوات النادية يشار إلى أن تيسودالي لعب دورا مهما في مبارته الأصد أمام الكونغو الديمقراطية برسم الدور الفاصل المؤهل إلى نهائية قطر 2022 رونالدو يعتذر عن ضربه هاتف أحد المشجعين قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتدار على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين بعد نهاية مباراة فريقه مونشستر يونيتد الذي خسرها على أرضية أفرتون السبت الماضي في الدور الإنجليزي لكرة القدم وظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعية أفضل لعب في العالم خمس مرات يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الأخضار لملعب جوديسون بارك وكتب رونالدو البالغ 37 عاما على موقع انستغرام ليس زهلا أبدا التعامل مع المشاعر في لحظات صعبة مثل تلك التي نواجهها وتابع نجمه ريال مادريد الإسباني السابق الذي يواجه خطر عدم التآهل إلى دور أبطال أوروبا الموسم المقبل مع ذلك علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر ونكون قدوة لجميع الشبان الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة وأضاف أفضل مسجل في تاريخ المباريات الدولية للمنتخبات أود الاعتدار عن غضب وإذا أمكن أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في الأولترافورد كعلامة لعب نظيف وروح رياضية وبخسارة أمام أفرتون تراجع مانشستر يونيتد إلى المركز السابع في ترتيب الدورية قبل سبع مباراة على نهاية مباراة هذا الموسم ترجمة نانسي قنقر